اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هي البداية كانت النهاردة المقابلة كانت النهاردة ويعني طلع الغل والكبت 19 سنة جزء منهم طلع النهاردة وعربية خبطتني ومفروض ان انا موت بس اكتشفنا ان لسه بلا الشماء موجود ان شاء الله انا هاخد دور الناس اللي عايزة تنتقم منك الله الله وطلع كل اللي عندي مجدي بدري انت بتعمل دور عامل تشويق كبير جدا في المسلسل والناس كلها بتنتظرك لما جالك الدور وقالك مخرج محمد سامي انت بلال شاما انت الجوكر المحرك للاحداث كنت شايف الدور ازاي الحقيقة انا ما شفتوش انا الدور اتشرب لي يعني الاساس محمد سامي قعد معايا وقال لي كل تفاصيل الشخصية قال لي بلال شاما مميزاته وهي وليلة جدا جدا في الدور دا يعني في المسلسل عيوبه كتير جدا حببني في عيوبه ازاي حببك قالك ايه اول حاجة قال لي الراجل ده هدفه في الحياة حاجة واحدة بس هو ما عندوش عواطف هو عايز فلوس التارجت بتاعه في حياته هو عايش عشان الفلوس ومن هنا بقى بدأنا نتحرك على تفاصيل الشخصية من طبعا الستايل بتاع الاستاذ سعيد رامزي لكل الحاجات يعني الحقيقة هو في ميزة في المسلسل ده ان الورق كله كان كامل 30 حلقة كاملين يعني الاستاذ محمد سامي كتبهم هو الاستاذ موهاد طارق والشخصيات كلها كانت واضحة لنا كلنا يعني دخلتوا لستوديو وكلكم معاك الدور بتاعك زي ما بنقول من الجلدة للجلدة بالزبط تمام بالزبط وعارفة كل الشخصيات هيحصل فيها ايه وكذا 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 بالاضافة ان في حاجة برضو حصلت ما بتحصلش بقى لها سنينه كتير في الشغلانة بتاعتنا ان يحصل بروفات فحصل نوعا برضو من الفكاكين مع باقية الكاست الزمنة يعني لما تعادي مع الاستاذ هالا صدقي في بروفا وايمان العاصي وكل الكاست قاعدين بيحصل نوع من الايه الالفة ووجود برضو الشركة ميديا هاب والاستاذ محمد سعدي ييجي ويحضر جزء من بروفا اه يعني في احتفالية قبل ما تبدأي التصوير اساسا فكل ده بيشحنك طبعا طب انت انت الشر بعينه يعني انت الشر ما تعمليش طيب لانك انت جاي طيب مجدي مدري فنان الجميل طيب الشر ده طلعته ازاي يعني خدت انت بقى الملاحظات محمد سامي وترجمتها الى شر تمام ازاي بقى طلع ازاي منك والله انا ما عرفش بأمانة يعني انا ما عرفش بيطلع ازاي بس اللي بيساعد نمرة واحد طبعا الحوار ميزانسان اللي بيعمله الاستاذ محمد سامي المخرج للممثل بيبقى فيه حركة رأكشنات الحاجات دي كلها بيساعدك فيها توظيفه للممثل اولا قبل ما تخش يتصوره هو بيحطك في حالة غير عادية بجد يعني انا ده قدام عيني حصل كتير يبقى فيه بعض الزملاجين يعملوا مثلا ايه تلت اربع مشاهد بيتعامل معهم على انهم ابطال وكل واحد بيخش يعمل المشهد بتاعه او الدور بتاعه وهو شربه وهو عايز اقول انه ايه متقمسه ده حقيقة طبعا دي من المشاهد العظيمة بقي بينك وبين لبنى وانس حقيقة قولي مين اكتر انت تعاملت معهم وتعاملت مع كل الكاست ولا كان عندك اسماء محددة في مشاهد محددة لا طبعا هو بلالشامة بيقابلش كل الكاست يعني انا الاسرة كلها ما بقابلهاش للأسف يعني بقابل طبعا لبنى وانس داش داش رمضان بقابله بعد كده في عماد صفوط اللي هو عمل اسماعيل في الأول في دلال الدلال طبعا ظهرت اخيرا المقابلة اللي بنا وفي مثلا برضو صادق محمود غريب في بعض يعني لانه اساسا ما ليس يعود بالحارة ولا الاسرة يعني الناس شعورها غير كده كواليسك والتعامل مع محمد رمضان عامل ازاي خصوصا ان انت 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 الشخصية اللي هو بيدور عليها اللي هو عنده غل تجاهها تعامله مع وقت ازاي جوه الكواليس بصي وبصراحة يعني انا تعاملت قبل كده في يعني مع محمد رمضان في عبدو موتى من 11 سنة بس الشخصية هنا مختلفة جدا عن عبدو موتى عبدو موتى كنا صحاب وانا خنته في علاقتي باخته فالوضع مختلف عن هنا احنا هنا مش صحاب ولا نخنته يعني انا ليه هدف في الحياة انا راجل عايز فلوس اه فالطلب مني انا اخطف ابنه ومقابل مادي فانا لا اعرفه لا اعرف جعفر العمدة ولا شفته ولا لايه احتكاب بيه فالظروف مختلفة في حاجة من الحاجات الغريبة جدا ان كان بتحصل وانا اكتشفتها دي واحنا بنتفرج دلوقتي على المسلسل ان انا ما كانش لايه احتكاب بمحمد كتير اثناء المسلسل يعني حتى في ايام التصوير اللي منتقابل فيها مع بعض انا كنت بحاول اتحشاها ليه ما عرفش حاجة داخلية كده ما هي دي البقى اللي وصلني لها محمد سامي ان انت متشوفش محمد رمضان فيه الكواليس عشان يفضل المشاهد ساخنة اه وانا اكتشفتها ان هو حطيني فيها محمد سامي بطريقة غير مباشرة ان ده لو شافك حيقطعك وخلي بالك دايما من منطلق ان انت برضو عندك هدف الفلوس فحتى لما هتتقابله يعني اهرب منه ما تحاولش تشوفه قولي بصراحة لما بتبقى انت في مسلسل نجم ومحمد رمضان بالشعبية الكبيرة رغم كل الابطال الحقيقة في هذا المسلسل نجوم وانت واقف قدامه والجمهور كله معه ضدك احساسك بيبقى ازاي لا هو احساس بصراحة الحمد لله حلوة اوي لان ما شاء الله هو اكبر يعني محمد شعبية وجمهرية زير عادية احساسك انت كممثل انت هنا ممثل بتعمل دور جيد جدا قدام نجم عنده شعبية كبيرة اوي وانت مضيعه مضيع ابنه لازم تبقى متفوق في الدور بتفكر ازاي يعني انا بفكر فيها بزاوية تانية خالص ان هو اننا جاي بقى ادي شخصية بصرف النظر عن ردود الفعل بعد كده اللي اتمنى ان هي يكون حلوة لكن اثناء التصوير الموضوع بيبقى مختلف يعني محمد من الشخصيات اللي بيديك طاقة ايجابية يعني مركز في كل الشخصيات بتاعت المسلسل عارف هيتعامل معاك ازاي يعني كبلال او حتى لما بتيجي سيرته هو بيعملها ازاي يعني بلال ده بالنسباله ايه فده كله يعني بيدي اثر حلوة اوي عند الناس حتى في عدم موجود بلال من اداء محمد رمضان وكلامه عليه طبعا جمهور الشرع بيعملك ازاي دلوقتي لا او كلهم نفسهم يسلموني الجعف الرمضة وياخدوا المكافأة يعني كل واحدة ولا يحوه لان هم بيحبوه اوي سوشيال ميديا بتتعامل معاها الحقيقة لا خالص قريت على سوشيال ميديا قد ايه بلال شامة بلال شامة بلال شامة اه اه بيعتلي حاجات كتير بلال شامة عمل لك حالة في البيت حالة حلوة الحمد لله حالة حلوة عمل لك حالة بقى في الوسط الفني انت دلوقتي عامل دور كبير جدا جوكر ناس بتدور عليك هل هيغير عندك حاجات في ادوار جاية؟ ان شاء الله يعني اتمنى ده باذن الله ادوار الشر بتاخد من الفنان ولا بتبقى بيفصل اول ما يخلص تصوير لا انا بافصل انا بافصل تماما يعني انا يعني مش اول مرة قلعب دور الشر ففي حالة برضو يعني من كتر الممارسة ان انا عارف امت بيعني خلاص انا خلصت الشخصية قلعت اللبس ببقى مجدي عادي شخصية عادي جدا يعني يعني ممكن اثناء التصوير تلاقيني منفعل شوية على حسب الشخصية يعني بس غير كده لا بتحضر نفسك ازاي؟ بتدخل الكواليس بتحضر نفسك ازاي؟ يعني بتبقى بعيد عن الطيبين مسلسل فيه طيبين واشرار فانت من الاشرار بتبقى قاعد بقى في جانب الاشرار بقى؟ لا لا مش بالزبط كده لا 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 طبعا لا بتعمل عادي جدا بس هي يعني انا بالنسباني مجرد ما اكشن دي ببقى في حتة تانية خالص يعني حتى البروفا ما بعرفش عن البروفا شبه التمثيل او شبه التصوير عملت كم مشهد مع رمضان في المسلسل لا مش قادر احسبهم يعني بس في مشاهد يعني النهاردة كان فيه خنائة السلم كلها والضرب والكلام والحوار هترجع بلال شامة بعد ما فوقت من الموت النهاردة في حلقة النهاردة؟ بس هيرجع مش عارف هيرجع اه طبعا هيرجع هترجع احنا هنحبسك هنا في الستوديو مش ترجع انا مش عايز احرق حاجة بسرعة يعني بس خلاص يعني هرجع ان شاء الله لو انت مكان بقى جعفر العمدة لو انت محمد رمضان وقابلت بلال شامة كنت تتصرف ازاي؟ ري اكشن يبقى ازاي؟ غضب؟ توتر؟ صمت؟ تعمل ايه؟ لم فيش حاجة ممكن تتعمل بعد اللي عملها محمد رمضان احساسه وعينيه النهاردة طبعا انا يعني بشتغل معاه يعني مش واصلي قوي اللي انا شوفته النهاردة عالشاشة يعني فيه تفاصيل اولا انا فيه مشاهد كتير اوما صورت يعني ما شوفتهاش ومحمد بصورها يعني بتفرج زي بقية الناس عفا انت بتشوف دلوقتي جعفر العمدة دلوقتي يعني بتفرج عليه دلوقتي اه اه لان انا ما حضرت تصويره فعمل لازمات عبقرية يعني حتة تبطب على نفسه دي انا وخدا بالمحمل ده ان هو بيطبطب على نفسه هو مش يلاقي حد يطبطب عليه او هو من قوته وشخصيته الجبارة والقوية فيه حتة نقص فهو بيعوضها بحركة لا مايقدرش ان هو يبين الحتة دي عند الناس يعني مايقولهاش قدام الناس او اخواته او مرطاته او مايقدرش يقول ان هو ايه فيه حتة كسراء بس هو جوه انا بحس الحتة دي اللي هو بيعملها دي ان هو بيطبطب على نفسه ودي لازمة محمد سامي اللي قدمها ولا محمد رمضان ومحمد سامي لا دي انا ما عارفش ما تعرفش اعتقد اكيد بالاشتراك مع دينه هما الاثنين عاصل محمد سامي خلي بالك ما بتفوتش حاجة يعني من عبقريته مثلا انا بقعد بتجنن مثلا كيوهات الموسيقى التصورية بتاعت يعني وانت بتقولي الجملة مش اي جملة بتتقال تخش المزيكة المزيكة بتدخل عشان تعلي المشهد وبتخش ازاي وانت ده لا محمد سامي ما شاء الله يعني تفوق على نفسه في المسلسل ده ماك دي مدر فنان قدمت ادوار كتير نكحة وفي زمن ما كانش فيه سوشيال ميديا انت دلوقتي في رمضان في جعفر العمده عشرين تلاتة عشرين سوشيال ميديا هي العنوان شايف النجاح معها ازاي؟ مش عارف مش عارف سؤال صعب جدا يعني يعني النجاح العادي بان نقد يكلمك مقال كذا اه لا انت برسوية تعمل معك عاجب في الزمن اللي فات اه 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 ولا النجاح في السوشيال ميديا لو الحلقة بتاعت النهاردة انت بتاخد رد فعلها زي المسرح بالزبط اه اه لايف يعني بتحس ان فيه تجاوب اه ايه اكتر ميزان السوشيال ميديا ولا من غير السوشيال ميديا لا طبعا بالسوشيال ميديا بالسوشيال ميديا اه ولو ان انا برضو مش بس دلوقتي بقى يعني بتابع الاخبار بجيلي يعني شايف ردود الفعل اكتر تعليق تقلك وانت تشدت لي اكتر حاجة تقلت على البلال شامع وانت تشدت لي او الناس قلت هيلك يعني امتى بقى هتريحنا بقى يعني امتى هنرتاح منك مش نرتاح منك امتى هتريحنا بقى وتوصل لجعفر العمدة ابنه يعني امتى تريحنا بقى هما كل الناس طبعا حبا جعفر ونفسها ان ابنه يصلوا بس مش انا اكيد انت فيزيك اللي انت لابسه النهاردة وديع وبسيط البيج على الابيض سلام وامان اللي بيقدر يضيفه مخرج زي محمد سامي لحد بالشخصية اللي تبدو وديعة كده قدامه حاجات كتير ان امرضة بيطلعها الزايع حاجات كتير قوي اولا بابتسمته يعني هو يخش عليك يعني قولي شوية من الحوار حوالين الشخصية دي بينك وبين المخرج محمد سامي انا هتكلم على اللي حصل معايا انا يعني هو كان دايما يخش لي الصبح او اول ما قابله الصبح يروح ببسيس لي كده ويجد ضحك الدحكة بتاعته دي وبتسم وبتسمة وبعا يقول لي ها حضرت يا بلال ماشي يلا بينا يشحنك يعني هو كمان بتعمل تيك وان تيك تو ولا بتعمل من تيك وان وخلاص على حسب يعني ايه المشهد اللي اخد اكتر من تيك بقول الحمد لله مش كتير لان هو فعلا الاستاذ محمد سامي بدخلك في الحالة كلها يعني ما بتبقاش حتى التيك التاني ده بسبب نحن ممكن يبقى بسبب صوت اي حاجة حصلت خارجة عندنا يعني لكن هو الحقيقة بيدخل انا سبق قلتلك انه هو بيدخل ممثلين قدامي ينعملوا مشاهد وحنشوفها قدام جاي يعملوا مشاهدين ثلاثة في احلى 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 حالاته ايه اللي انت اضافته كمجد بدر الفنان اللي ليه خبرة على دور بلال شامة واقنعت بي محمد سامي في بلال شامة بلال شامة والله مش عارف بس هو يعني الحمد لله كل مشهد كان بيقول لي كلام حلو يعني ايه الاضافات اللي ما كانش محمد سامي حطيتها بس دي بقى الخبرة والتعامل ممكن طبعا من نظرات العين في حقات بسيطة كده اكشنات حاجات يعني مثلا احلاوت كلمة احلاوت اللي كان بتطلع في البرومو دي هي طلعت مني معرفش ازاي طلعت غزبا عني ما كانتش موجودة في الحوار ولا في السيناريو يعني فعجبته جدا اه يعني هو اخد لازمة منك انت حلاوت دي بتاعتك ايه مش لازمة هي كلمة طلعت في موقف اه واتخدت واتخدت لا هو حد مشاهد الاكشن والجاري انت اللي كنت بتعملها اه انت اللي كنت بتعمل كانت صعبة جدا صورت فين في مشاهد في اسكندرية في البحر الضرب ده كان في البحر في اسكندرية ومشاهد السلم النهاردة مع محمد رمضان دي انت الدرب تجاي من دي النهاردة يعني ما جاييني طيب خطر لا بس انا بتعود على الدربة محمد رمضان فعبده موتا يعني اه كان لان هو كمان محترف جدا يعني ما بيضربك وما بيضربش بعد انتهاء مشهد الدربة بينك وبين محمد رمضان قالك ايه محمد رمضان انه ما قالش حاجة هو حضنة بس اه حضنة ده كفاية اوي وكان لازم نسجله انه بيحضن بلال شامة دي بقى المسلسل خلص لا ده انا احنا تعبنا فيه وتعمل حلو الحمد لله وانت كانت النتيجة النهاردة على الشاشة اه وبعد الدرب ده كله والحاجات دي كلها اه فجأة ستوب خلاص بصيلي وانا بصيط له اللي هو كده تمام ولا هنعيد تاني ولا هتضرب تاني اه فلما محمد سامي رح قال اوكي هايل اه لقيته بيحضنني وده كان يعني احسن تعبير احسن اي كلمة ممكن تتقال يعني وانت بتتفرج على المسلسل بتتفرج مرتين كمجدي بدري الفنان وبلال شامة اللي عمل الدور ايه اللي انت كنت تتمنى تقوله لجعفر العمدة وتحاول كده احنا في العشر الاواخر يعني نحاول نسامحك فيه تقول ايه قول لجمهور لجعفر العمدة وجمهوره تقول لهم ايه قولهم لا يعني اقوله طبعا لجعفر العمدة ان شاء الله العمل الجاي مختفش ابنك وان شاء الله يبقى حاجة تانية احسن وبرضو يبقى فيه زي ما بيقولوا ايه طوانجيري القط والفار كده او يعني احب ان يبقى فيه شغل حركة مع محمد محمد ممتع في الشغل حاسس انه هو فيه اكتر من مشاهد وجامعاتكو طول الوقت بتتفرجوا بعد ما بتخلصوا على الماشا بتفرجوا على المونيتور لان دي كانت عادة الميديا اكتر او التصوير كانوا بيقعدوا يتفرجوا على المونيتور محمد سامي عنده نفس الكواليس دي ولا ما بتتفرجوش لأنا شخصيا ما بيحبش اتفرج انا ما بتفرجش على نفسي ليه ما بطلع عيوب كتير ما بيحبش اتفرج على نفسي ما بتحبش تتفرج وقت التصوير وحتى وقت العرض وقت العرض اتفرج الواحد اه اتفرج الواحد الواحد يعني الوحيدة اللي بسمح لها بداء او خلاص يعني عشان هي برضو فنانة وزميلة سامي عاطف مراطي هي الوحيدة اللي بتتفرج معي اه لأنا هي الوحيدة اللي كمان بتقولي بمنتهى الصراحة يعني لأ انت حضرتك هقولك على حاجة بتبقى قعدين بتتفرجي مع ناس عمر ما في حد هيجي قولك ايه انت كنت وحش قوي في الراكشن ده او ما كنتش مظبوط في ده طبع على الأل هيجابلوك فهحلك حلو قوي ويسكت اه فلازم العين اللي هتقولك تبقى صدقة معاك جدا وامين عليك اكيد اه فمش هتكسك مني المسلسل دلوقتي تحط وانت بتشوفه زي انا انت قلتلي ما شفتش كل حضرتش كل التصوير تختار دور تاني غير بلال شامة ولا انت شايف انك انت بلال شامة كان دورك وقايز بالنسبالك دا انا تختار بلال شامة اه وراضي بي جدا ايه دور التاني لو ما كانش بلال شامة كان ممكن تعمل ده في جعفر العمد دلال 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 شررية على فكرة بردو انت كسبتها طالع عندها جزء من الشر كبير يعني مين من الادوار التانية من العيلة بقى لان كمان احنا اول مرة نتقابل في الشغل مع بعض بس احنا اصحاب فبردو كانت مفاجأة بالنسبالي ان انا شوفها في الشر ده وهي عاملها بشكل هايل اه اللي هو الناعم بس فيه شر هايل لو انت من عيلة فتح الله تاخد اني دور دوداد تاخد اني دور من الرجال لا الرجالة اصلا ما فيش واحد منهم تقدر تاخد دوره اه لان كلهم صح كلهم اين كل واحد عامل شخصيته صح بالزبط اه ما فيش حد تقول لا ده هنا كان ناقص كذا فانا لو كنت عملته وكنت ممكن اعمله بشكل تاني بتاع العلاء خالص ليه المسلسل عاجب الناس ليه الخلطة الشعبية دي محقق النجاح ده عشان الورق خد وقته اتكتب من اول مشهد لاخر مشهد فكان عندك فرصة انك انت اولا تراجعي كمؤلف وكمخرج في نفس الوقت هو محمد ثاني عنده الوقت وعنده المساحة ان هو يعيد الشخصيات حتى لو عايز يبنيها بشكل تاني حتة ان احنا بقينا منخش ودي برضو انا يعني العبد لله ولو يعني اذا كان ليه رأي ممكن اقوله وانا عارف ومتأكد ان القيادات في المتحدة شايفين الموضوع ده وعندهم بعد نظر ليه وعندهم قرار انا حاسس بدا الفترة الجاية حنشوفها ان مفيش عمل هيخش من خير ما يبقى كامل لان نتيجة جعفر العمدة بانت اللي هو لبقى الورق كامل نقدر نهدع في المونتاج وعندنا وقت اعتقد من ضمنها اساسها الورق الكامل كم مشهد عملتوا مع محمد رمضان نعم معدتهم مش تقريبا مش عارف فاضل كم مشهد احنا خلاص في الحلقات الاخيرة مش عارف فاضل مش عايز تحرق شوية اكيد انا يعني انا بشكرك جدا بس انا عايزك تختم للكاميرا بتاعتك وتكلم محمد رمضان كبلال شامع احنا انت النهار ده اتضربت جامد قوي رد عليه ارجع كده ادخل في بلال شامع ورد على محمد رمضان امعلم جعفر انا بقولك اهو من دلوقتي وقلت لك قبل كده رضيني وديني قرشين وانا هريحك وقولك كل حاجة بس خلصت الحكاية انا بلال وعايز فلوس اللي هيدفع هقوله خمس قراني بكفاية عشرة خمستاشر هتتحبس في الستوجو خلص الحوار شكرا يا بلال شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة